الشيء الثالث المذكور في نفس الآية احنا قلنا يدعى اسمه عجيباً مشيراً والشيء الثالث إلهاً قديراً وهذا بيتمشى مع نبوة ميخا الذي يولد في بيت لحم هو الإله مكتوب عنه مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل وهون مش نص إله كما يظن البعض ولا ديميغاد مثل الأساطير اليونانية كأنه يعني بيرتكبوا مثلاً الزنا الله ما عندهش صاحبة الله ما عندهش ولد ولكن هون إلهاً قديراً ها بفسر الآية يولد لنا ولد في ملء الزمان نعطى ابناً عطية السماء وهي العطية هو الإله القدير تفضل البعض ظن أنه إحنا كمثيحيين اللهن المثيح يعني هو إنسان تم تقليهه والحقيقة مش كده أبداً حاشاً أنا فرحان أنه هذه الأقوال يولد لنا ولد ونعطى ابناً تكون الرياضة على كتفيه يضعث ماهو عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أنت ما تقرأش كلام ده في إنجيل ماتة أنت بتقرأ في نبوة أشعية تقول لي تفرق أقولك تفرق لو أنت بتقرأ آية ذي كده في إنجيل ماتة تقول ماتة واحد من ضمن تلاميذ المثيح ادعى ألوهية المثيح لكن أشعية هذا النبي الإسرائيلي المعترف به من كل اليهود اللي بيشهد عنهم التاريخ وبتشهد عنهم أقوال الله أنه رغم شرورهم الكثيرة إلا أنهم كانوا أمناء في حفظ كلمة الله لما يقول لنا ما هو فضل اليهودي بول الثئول كثير على كل وجه أما أولاً فإنهم أؤتمنوا على أقوال الله وحقيقةً أنهم أؤتمنوا على أقوال الله لم يبدلوا في هذه الكلمات لا والتأكيد كمان يعني مخطوطات قمران اللي اكتشفوها في 1947 مخطوطتين كاملتين لإشعياء بتتمشى كلمة مع كلمة الموجودة بين إيدينا وهذا بدل على الصدق الوحي وأنه الله ساهر على كلمته ليجريها شرفني الرب بإني شفت هذه المخطوطات اللي حضرتك بتتكلم عنها وعرفت أنه تاريخها من 100 قبل الميلاد أو أقدم 150 إلى 200 قبل الميلاد مصبوط أو أقدم ولما سألت هل النبوة أشعياء عندكم كاملة قالوا كاملة الحقيقة أنا كان عندي شغف أسأل على أشعية 53 فقلت أشعية 53 لأنه بيتكلم عن موت المسيح وصلب المسيح وقيامة المسيح موجود قالوا لي موجود بالكلمة والحرف فهم أؤتمنوا على أقوال الله إذن ولهية المسيح مش تعليم أدخله المسيحيين لكن ده متنبأ به ومش بث فيه أشعية حضرتك أشرت إلى ميخة وكل نبوات العهد القديم اللي بتتكلم عن شخص المسيح تمت في هذا الشخص في مجيئه الأول وهناك أيضا نبوات بتتكلم عن مجيئه بالمجد والقوة وإن كان تمت النبوات اللي تخث مجيئه الأول هتتم أيضا النبوات اللي تخث مجيئه الثاني اشتركوا في القناة